احنا انواع الحقن عندنا يعني حكتين كبار ممكن نحقن مادة اسمها كورتيزون ودي مشهورة وكل الناس عارفها وممكن نحقن حاجة تانية اسمها انتي في جيف او دي احنا قلنا ان بيحصل تكون الاوريدة والشرايين الضعيفة بيبقى ليها مادة معينة بتحفز تكون الاوريدة والشرايين دي وبتحفز الارتشاح اللي موجود على الشبكية فاحنا بندى الانتي في جيف دي الحقن ده بحيث انه هو يقلل الارتشاح او يقلل وجود المادة دي فمن ناحية بيقلل الارتشاح ويقلل فرصة تكون اي اوريدة او شرايين ضعيفة اللي هي بتسبب النزيف تمام فالانتي في جيف دول انواع كتير فيه منهم افاستن وفيه ليوسنتس وفيه ايليا وفيه اشهر حاجة يعني احدث حاجة موجودة دلوقتي حاجة اسمها فيزيك هم تقريبا كلهم متقاربين لكن احنا بنلاقي ان بعض الناس بيستجيبوا لنوع وما بيستجيبوهش لنوع تاني فاحنا بنحقن لانه فيه فرق في تكلفة كبير كمان تمام فعلى حسب احنا حالة العين كلها يعني حالة العين ده ايه او ده ايه بنقرر انه هو المريض ده الاحسن بالنسبة لك كسا اذا استجاب على المادة دي خلاص كويس اذا ما استجابش بنضطر ان احنا نغير لحاجة طبعا الكورتزون بالذات احنا ممكن نستخدمه في حالات اتشاحل الجامد يعني اتشاحل هو يعني كتير بزيادة تمام لكن الكورتزون بس مشكلة انه بيرفع ضغط العين جامد وبيعمل كمان بيزود الماء البيضة لو موجودة فما بنحبش نلجأ له الا في الحالات المتأخرة تمام فاهمني بس لكن يا دكتور كتر الحقن مثلا ده مش بيسبب خطورة على العين نفسها طيب هو الحقن احنا بنسميه تدخل بسيط لكن هو تدخل جوه العين ممكن نحقن اكتر من مرة بدون اي مشكلة خالص بدون اي تدخل خالص لكن السؤال هل في حاجة ممكن اعملها تقلل احتياج للحقن المتكرر سهو المريض اللي عنده تشعر شبكية للأسف ممكن يحتاج حقن مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة احنا على حسب استجابته ببساطة احنا ما نعرفش هو هيستجيب بعد قد ايه لكن احنا عندنا ممكن شرحنا في اول صورة ان احنا عندنا الفقعات الدموية دي هي المسؤولة عن عن الارتشاح اللي بيحسب طيب انا ممكن اعمل ليزر على زي ما السورة بتبين كده ممكن اعمل ليزر على الفقعات الدموية دي اللي هي سبب الارتشاح الفقعات دي لما انا بعالجها طبعا لها مواصفات معينة لو هي في مركز الابصار مثلا ما اقدرش عالجها فلو عالجتها بالليزر انا بقلل احتياج المريض للحقن بنسبة كبيرة جدا تمام طيب بعض الحالات بنعمل لهم برضو ليزر ويفضل يحتاج حقن الحقن المتكرر مفيش منه خطورة ربيرة في طبعا اي اجراء واي تدخل الحقن اللي بناخدها في الدرعنا او في رجلنا بيبقى فيها نسبة خطورة زيها لكن السؤال طب احنا لو ما عملناش الحق ايه البديل البديل هو الاسوء احنا بنقارن بنعمل كوست بينيفت طب انا لو ما عملتش حق بنا هدخل في مضاعفات اسوء لكن الحقن هو اجراء بسيط جدا الحقنة بالزبط عشر ثواني والمريض بيروح البيت وفي نفس اليوم بيشيل الغطى ويمارس حياته بشكل طبيعي في نفس اليوم ولا كأنه عمل اي حاجة وفي ناس عملنا لهم حقن عشرين مرة بدون اي مشكلة خالص تماما لكن لما يبقى عندنا فرصة نحن نعمل اجراء تاني يقال للحقن يبقى نعمله